وفي الوقت الذي نعبر فيه عن احتزازنا بتفويض القيادة العامة لهذه المهمة بعد إعلان قائد العدوان على ترابلس قبوله ما سماه تفويضاً لبييناً له في قيادة البلاد وإسقاط الاتفاق السياسي في خطوة يراها مراقبون تغطية على فشله في حربه على العاصمة تهافتت البيانات من عديد الدول إقليمياً ودولياً معبرة عن رفضها لما جاء في إعلان حفتر ومؤكدة دعمها للمسار السياسي لحل الأزمة في البلاد آخر هذه البيانات صدر عن فرنسا التي تعتبر من الدول الداعمة لحفتر حيث أكد نائب المتحدث باسم وزارة خارجيتها أوليفي جوفان أن الصراع في ليبيا لا يمكن حله إلا من خلال الحوار بين الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة وليس من خلال القرارات المنفردة وقال جوفان أن الحل السياسي الشامل لا يوجد بديل عنه كجزء من النتائج التي توصل إليها مؤتمر برلين أما مصر الحليف الآخر الداعم لميليشيات حفتر الإرهابية في عدوانها على العاصمة فقد أكد المتحدث باسم خارجيتها أحمد حافظ تمسكها بالحل السياسي والبحث عن تسوية سياسية لصراع في ليبيا وأشار حافظ إلى أن بلاده تسعى إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها بالتعاون مع دول جوارها بدورها أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلاقها إزاء بيان إعلان حفتر إلغاء اتفاق الصخيرات وإسقاط حكومة الوفاق الوطني قائلة أن الصراع في ليبيا لا يمكن حله عسكريا أو عبر بيانات أحادية الجانب بل عبر عملية سياسية بمشاركة كل المناطق وفئات الشعب مضيفة أن هذا يتطلب هنة بشكل عاجل وأكدت الخارجية الألمانية أن المجتمع الدولي يعتبر اتفاق الصخيرات ساريا حتى يتم التوصل إلى حل تفاوضي نهائي أما إيطاليا فقد جددت تأكيد اعترافها بالمؤسسات الليبية الشرعية المعترفة بها من قبل المجتمع الدولي وهي المجلس الرئاسي ومجلس النواب والدولة ودعمهما الكامل لها ووضحت الخارجية الإيطالية أن أي قرار يخص مستقبل ليبيا يجب أن يتخذ بطريقة توافقية وديمقراطية سيرا على الاتفاق السياسي وبرعاية أممية في إطار مؤتمر برلين هذا وكانت الولايات المتحدة أول من علق على بيان حفتر حيث قالت السفارة الأمريكية في ليبيا أن الولايات المتحدة تعرب عن أسفها لاقتراح خلف حفتر ما سمته بتغيرات في الهيكل السياسي الليبي من خلال إعلان أحادي الجانب مرحبة في الوقت ذاته بأي فرصة لإشراك حفتر وجميع الأطراف في حوار جد لحل الأزمة بدوره داع المتحدث باسم المفاوضية الأوروبية لشؤون الخارجية بيتر ساتانو جميع الأطراف إلى الانخراط في العملية السياسية بناء على نتائج مؤتمر برلين قائلا أن أي حل للأزمة الليبية غير العملية السياسية فهو غير مقبول ترجمة نانسي قنقر